بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الآلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج جيل ترين حالة النهاردة بالتأكيد جاية قبل 72 ساعة من مباراة الأهل والوداد المباراة المرتقبة إن شاء الله في إيابة دور نصف النهائي المباراة لستقام إن شاء الله يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة مباراة مهمة مباراة صعبة الأهل حتى هذه اللحظة لم يحاقق أي شيء التسعين دي إن شاء الله خطوة قبل الوصول للمباراة النهائية لكن بالطبع المباراة فيها تفاصيل كتير وفيها كلام كتير وأيضا كمان عندنا النهاردة في حلقتنا كلام كتير جدا يتقل بالنسبة للمرحلة اللي جاية لكن سريعا أبدأ بسؤال الحلقة والسؤال بالطبيعي والتقليدي طبعا إحنا نتكلم قبل المباراة بـ 72 ساعة والنهاردة الفريق داخل معسكر مغلق فكل الجماهير تخش وتشارك معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا للإجابة على هذا السؤال توقعاتكم للتشكيل المنتظر والرؤية الفنية لبيتسو مسماني إزاي ممكن يبدأ بتشكيل مباراة الأهل أمام الوداد ممكن الأهل يلعب إزاي هذه المباراة والتشكيل من وجهة نظركه في آخر الحلقة إن شاء الله فقرة مخصصة لكل الجماهير عشان نستعرض كل الأراء من خلال صفحات القناة والأراء الموجودة سواء على صفحة الفيسبوك أو تويتر أو حتى إنستجرام لكن سريعا ندخل في عنوين الحلقة وعنوين حلقة التريند النهاردة وقبل مباراة الوداد إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي في تريند الأهلي الفريق يدخل معسقرا مغلقا الليلة استعدادا لموجهة الوداد كمان في تريند الأهلي بعسة الوداد تشيد بحفاوة الاستقبال في القاهرة في التريند العالمي الليلة صلاح يسعى لتحقيق أرقام جديدة مع ليفربول في دور الأبطال نستعرض مع حضركم بالتأكيد جدول لمباراة دور المجموعات والجولة الأولى واستكمال مباراة الجولة الأولى لدور أبطال أوروبا النهاردة في أيضا كمان حوالي 8 مباراة بخلاف المباراة اللي أقيمت بالأمس وكانت مباراة قوية ومصيرة لكن النهاردة في 8 مباراة في مباراتنا يبدأوا الساعة 7 إلى 5 أول مباراة ريد بول سالسبورج مع ليكوموتيف موسكو والمباراة الثانية ريال مدريد مع شختار دونستيك الأوكراني ساعة 9 بايرن ميونيخ مع أتليتكو مدريد مباراة قوية جدا انتر ميلا مع بروسيا مونشون جلدباخ ساعة 9 أيضا منشستا سيتي مع بورتو أيضا في نفس التوقيت أولمبياكوس اليوناني مع مارسيليا الفرنسي أيضا الساعة 9 أيكس أمستردام الهولندي مع ليفربول الإنجليزي وفي الختام ميتلاند الدنمرقي مع أتلانتا بطل إيطاليا بالتأكيد ده مباراة قوية ومصيرة وفي دربيات في هذه المباراة ودائما دورة أبطال أوروبا مصير منذ الجولة الأولى حتى المباراة النهائية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل كلام مهم جدا في ترند الترند وبتأكيد بعض المعلومات والتفاصيل اللي جمهور النادي الأهلي بينتظرها مننا خلال الفترة الحالية كل ده ولكن بعد الفاصل أعلم بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند نركز مع بعض عشان الكلام اللي جاي ده كلام مهم جدا جدا الفترة الأخيرة وبعد ما تم تعيين الحاكم بالزنبي جاني سيكازوي إدارة مباراة الزهاب بين الوداد والأهلي كانت طبعا السوشيال ميديا والناس كلها حزينة من الاختيار حزينة من الأداء كمان التحكيم كان في بعض اللقطات داخل المباراة للأسف ما كانش فيها عدلة تحكمية بنسبة بجراء والناس كلها ما كانت يعني إيه مش متطمنة بشكل كبير لكن الحمد لله قدر النادي الأهلي يتغلب على كل هذه الصعاب ويعمل مباراة كبيرة وكسب فيه المغرب 2-0 من وقت هذه المباراة لغاية دلوقتي الحق الناس والسوشيال ميديا والجماهير كلها بتقع تتساءل مين ممكن يكون حكم مباراة العودة أصبحت على فكرة هذه الجزئية من أهم الجزئيات الجماهير بتركز عليها ودايما حديث موجود بشكل كبير جدا عبر السوشيال ميديا وإحنا دايما بنشوف اللي بتكتب على السوشيال ميديا وبنترحه للناس وبنشوف الإيجابي والسلب وكمان لو عندنا إجابات أو معلومات بنترحها للناس برنامج التيرين دي كان أول برنامج وأول وسيلة إعلامية تشرح للناس إزاي هيتم اختيار حكام مباريات نصف نهائي دور الأبطال والكونفدرالية وأيضا المباراة النهائية وأعلننا المعسكر والحكام اللي هيكونوا موجودين في الفترة اللي فاتت قبل ما يبدأ المعسكر بحوالي 12 يوم وشرحنا قلنا الحكام المرشحين وكانت معانا قايمة كاملة عن يعرضها دولاتي على الشاشة لحضراتكم بالحكام اللي هيكونوا موجودين في مرحلة الدور نصف النهائي قدامكم على الشاشة دي القائمة الرسمية اللي اعتمدها الاتحاد الإفريق وكانت موجودة في مصر في الفترة من 11 ل 15 أكتوبر وبعد ما انتهى المعسكر وتم عمل تحليل بي سي آر سفرت مجموعة من الحكام حوالي 9 حكام إلى المغرب لإدارة مباريات نصف نهائي دور الأبطال والكونفدرالية وكان جانيسي كازوي هو حكام مباراة الأهل طيب مباراة العودة مين؟ على الشاشة قدامكم في 16 حكام ساحة منهم 9 كانوا موجودين في المغرب ما بين حكام ساحة وحكام رابعين في المباريات مع حكام فار بالتالي بيتبقى هنا في القاهرة موجودين بعد هذا المعسكر فيكتور جوميز الجنوب إفريقي بكاري جسامة من جنبيا ماجد نيداي السنغيل صادق السلمي من تونس بيرنارد كاميل من سيشل وجوشوة بوندو البتسواني وعيسى ساحة السنغيلي المفروض كان ردوان جيد من ضمن حكام الطباقيين لكن ردوان ما جاش القاهرة وحالين هو في المغرب ومن ضمن حكام المرشحين بالمناسبة إذا كان النهائي أهل وزمالك بشكل كبير جدا وبالمناسبة يعني لسه في كلام على مين يمكن يكون مرشح للنهائي وسوى فيكتور جوميز أو ردوان جيد أو حتى ممكن بكاري جسامة ده هيبان أكتر لما يتحدد حكام طرفي نصف النهائي الإياب الأهلي والزمالك أنا عندي تعليق واحد بس من ضمن الحكام الطباقيين وهو اختيار جوشوا بندو البتسواني في هذا المعسكر وما زال حتى هذه اللحظة ضمن المعسكر اللي ممكن يكون موجود في مباراة الإياب جوشوا بندو هو كان الحكم اللي أدار مباراة النجم الساحلي والأهلي في تونس في سوسة وحجم الأهلي في بداية المباراة ودكرت أحمر لأيمن أشرف وكانت فيه شكوى رسمية من النادي الأهلي وعلى هذا القرار وعلى هذه الشكوى تم تغيير استراتيجية لجنة الحكام وأقصية سليمان أباري الجيبوتي من رئاسة لجنة الحكام وحصل تعديل كبير جداً في لجنة الحكام بعد ما اشتاكل أهلي رسمياً بسبب الحكم البتسواني حالياً الحكم البتسواني في المعسكر وحالياً من ضمن المرشحين للمباراة القادمة هو جلس إنذار عشان ما تكونش فيه نفس اللقطة ونفس الفكرة اللي تمت في المباراة الأولى لما جيه الحكم الزنبي جانس كازوي وأدار المباراة وكان فيه كلام كتير جداً عليه سواء من الآلي أو حتى من الوداد فبالتالي هو جرس إنذار قبل تعيين التحكيم وبقرى يكون طاقم التحكيم معروف بالنسبة للجميع ممكن البعض رايح في سكة بكاري جسامة أو مجيد نضاي السنغيل لكننا هنشوف خلال الساعات اللي جاية بشكل رسمي مين هيكون موجود طيب مباراة الآلي والوداد مباراة صعبة جداً ومباراة مهمة جداً يوم الجمعة وننسى كلنا نتيجة الزهاب بقسة الوداد وصلت بالأمس عملت تدريب استشفائي بالأمس النهاردة تتمرن أو تتمرن بالليل رئيس البعثة سعيد النصيري رئيس نادي الوداد موجود بنفسه وده ما تقررش منذ مباراة التراجي في نهائي العام الماضي أول بعثة رسمية يرقصها سعيد النصيري مع الوداد في هذه الرحلة لمواجهة الآلي وده يندل على شيء بدل أن رئيس النادي مهتم جداً من المباراة وفيه دوافع قوية لتعويض مباراة الزهاب وده بيدينا جرس انذار أن مباراة العودة مباراة صعبة جداً والبطل المغرب فريل وداد فريه كبير وجاي مش بيبكي على شيء وده بيدينا كمان جرع التركيز أغطى نحن نركز فيه المطش فيه كلام واتجاه أن ممكن مباراة الرجاء والزمالك تتأجل ده هيبان خلال الساعات الجاية لأن فيه معلومات بتقول أن المباراة ممكن تكون يوم 30 أو 31 أكتوبر بسبب الزرف القهري ومنع نادي الرجاء من السفر إلى المغرب لكن عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة وبعد مباراة الزهاب بين الزمالك والرجاء كان فيه تصريحات لمحمد فاخر المدير الفني السابق للمنتخب المغربي عبر إذاعة وراديو مارس هترك لحضراتكم الفيديو تشوفوه بنفسكم ونشوف الكلام اللي تقال أن كلام مهم جداً وخطير جداً كان متردد مباراة وكان موجود بشكل كبير عبر السوشيال ميديا نتابع تشوفوه أنا كنحسبهم العائلة العلاقة اللي كتر وطني مع اباهم مع عائلته ومع اسمه بشي تشوفوه صعفها بأخير اسمه ونشبه لنا المذاكرة دي قال لي يا الله طالع من لي بغينا نطلعه قال لي هم لاربيت راكوه قال لي يا جالي لاربيت تقلب على النمراء دياله هو 21 وعشرين وعا قال لي في نور رقم ديال اسمته قال لي هو هذا جا عنده وسمعش قال لي قال لي را زمالك راكتبو بك بلا ما تتحيش اي 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 تتحيل وتصنط قتلك كيف اجرم كيف حق يقول لك هو اللي تكتب زمالك زمالك شغل تكتب بنا قال لك لا راكتبو بك زمالك بلا ما لاننا خادوا للماتش ديالال رجع وديرين لا وشافوه هو اللي التي تتطرب بذف قل وقالوا من دي لما صفتو لزيماج بالله هذا ركضي حضيه معا ولكن لقد اصدقوا هؤلاء ما نجد معا أين نجد معا يجي عندي كيقلب على 21 قال يا راتو تخيش انت فأطنصر الوقت اللي طاحوا قدامو انت ال 21 اه تول 21 قال لي را كتبو بك زمرق ما زمرق بدي كتبو في الكاف يقول لها سمعنا التصرحات مفجأة بالتأكيد لمحمد فاخر المدير الفني الأسبق للمنتخب المغرب ومحلل في إذاعة راديو مارس في ثلاثين سنة عشرح لكم بالضبط معنا الكلام أو تفاصيل الكلام اللي قالها الكابتن محمد فاخر قال له أنه زار سفيان رحيمي لاعب ناد الرجاء اللي اتعور في الأنف أثناء المباراة زاره في المستشفى سفيان رحيمي اللي هو ده بقى على كلام سفيان رحيمي وعلى محمد فاخر لا تعليق بالنسبة لك أنا أقول لكم بالضبط الكلام اللي اتقال قال له سفيان رحيمي أن الحكم جالي قال له أنت اللاعب رقم 21 صاحب الرقم التشيرت رقم 21 فسفيان رحيمي قال لي الحكم أيو أنا فرح الحكم قال له اتعامل فيك تأرير يعني نادي الزمالك كان اشتكى وعمل فيك تأرير أنك بتقع كتير وبتعمل تمثليات كتير في مناطق الجزاء كلام واضح جدا وصريح جدا ومحمد فاخر مدير فن السابق للمنتخب المغربي لكن التعليق للتعليق لحضراتكم ولا تعليق فصل أهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد في هذه اللحظات لازم نتطمن على الفريق الاستعدادات الخاصة من مباراة الوداد النهارة تدريب مهم جدا للتدريب الأساسي والرئيسي لنبعد التدريب فيه معسكر رمغلق وفيه تفاصيل كتير متعلقة باستعداد الأهلي لمباراة الوداد يوم الجمعة القادم منذ ذلك أذهب مباشرة إلى ملعب مختار التيتش بجزيرة وعلى الهواء مباشرة الزميل العزيز كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي من ملعب التيتش عشان يطمن على الاستعدادات مساء الخير يا كريم ويطمن على الاستعدادات الجهاز الفني بالتأكيد في هذه اللحظات فيه محاضرة فنية مع اللاعبين وبعد التمرين إن شاء الله فيه معسكر مغلق و22 اللاعب القائمة بالكامل إن شاء الله هتكون موجودة في هذه المباراة مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحاليك والكل الجمهور لنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله بنتمنى توفيف الشوت الثاني لمباراة الوداد بإذن الله إن شاء الله كل العوامل وكل الظروف والمجهود الكبير اللي بوزل سواء فيه التدريبات اللي كانت في المغرب والمباراة اللي استطاع نادي الأهلي نفس بها بنتيجة 2-0 كمان إن الفترة دي دايقة جداً 48 ساعة بإذن الله بإذن الله نادي الأهلي يقدر يحط بقى لتشكيل تاكتك كل الصغارات ونقاط القوة والضعف والأمور أيضاً كمان خلال المبراءة الأخيرة يكون مستر مسماني يتكلم فيها بشكل كبير جداً نحن طبعاً محمد نتعارف متواجدين في ملعب مختارة تيتش ليه تدريب فريق النادي الأهلي تدريب كمحدد ليه يكون فيه الساعة الخمسة لكن كعادة بيتسو مسماني المدير الفني اللي بيقوم بمحاضرات متوالة شوية لكن فيها إجابيات كثيرة جداً زميل محمد الجانب النفسي الراجل شغال عليه بشكل رائع ومميز جداً والأحديث دي بيسمعها من لعابة النادي الأهلي يعني ما بنقولش اكتهادات لكن لعابة النادي الأهلي عندها راحة نفسية بشكل كبير الراجل بيتكلم معه بشكل فردي وبشكل جماعي وده أمر مهم جداً الجانب الفني أكيد راجل مميز جداً في قراءته ليه المباراة لكن الجزء النفسي والتهيئة اللاعبين بشكل كبير ده أمر يحسب ليه الجهاز الفني وتحديداً بيتسو مسماني محاضراته بتكون كلها كلام عن طبعاً أهمية المباراة ولابد يكون دخلنا نبقى فاعل مش رد فاعل الكلمة دي ممكن ذكرها أكتر من مرة مع لعابة النادي الأهلي نحن نكون فاعلة ولايس رد فاعل دي أمور كثيرة جداً حابين نطمم بها جمهور النادي الأهلي على مدى الجهازية ومدى رغبة اللاعبين ورغبة أيضاً كمان الجهاز الفني في إن شاء الله بإذن الله مباراة العودة اللي تكون يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله تكون من نصيب النادي الأهلي هدف واتنين وتلاتة راجل يمكن نتكلم على هذا الأمر قال لما يجينا فرصة لابد إن احنا نحرز هدف واتنين وتلاتة المباراة تسعين دي أما نكتفيش إن احنا نكون بنحرز هدف أو اتنين أي فرصة تجيلك أنصاف فرص تجيلك لازم تسجل فيها دي المباراة لأن إن شاء الله بإذن الله خطوة تفصلنا بشكل كبير محمد إن شاء الله على المباراة قال للنهائية اللي بتمنى إن شاء الله كالعادة يكون النادي آلي طرف فيها أكيد طيب عايزة تطمن منك على حالة محمود قهربا محمد مجدي أفشا وأيضا كمان علي لطف النهاردة جيل التمرين اللي إنه مبارح كان فيه عنده زرف خاص وأيضا كمان عايزة تطمن على مروان محصر يمكن هبدأ معاك طبعا بعلي لطفي علي لطفي تواجد النهاردة يمكن لسه حتى هذه اللحظة لم يبدأ مران فريق النادي الآلي لكن بأكد لك جهازيته يكون متواجد نهاردة فيها الجرعة التدريبية بالكامل محمود عبد المنم كهربا شارك في تدريب الأمس تدريب الجماعة ويمكن أنا ذكرتها محمد طبعا قلت كهربا يكون جاهز على مباراة العودة وبالفعل تتعامل معايا يمكن شغل كبير جدا مع الجهازة الطب لفريق النادي الآلي وهو كمان عنده رغبة كبيرة وعنده جهازية كبيرة هو يكون متواجد سواء على دكة البودلاء أو في القائمة لكن إن شاء الله بإذن الله يكون ليه دور كبير مع فريق النادي الآلي كل لعيبة محمد جهزة مروان محسن زي ما بقولك يعني إن شاء الله يكون متواجد فيه تدريب للنادي الآلي النهاردة لسه التدريب ما بدأش لكن كل لعيبة الحمد لله لما بنتطمن علامة الجهاز الطبي بيأكد لنا جهزية كل لعيبة اللعيبة دي ممكن للمباراة كمان محمد تعرف محتاجة إنكار زي كبير ومحتاجة جهد وتكاتف وجدية وشجاعة كل لعيبة النادي الآلي خلال هذه المباراة فإن شاء الله بإذن الله لعبتنا خلال تدريب اليوم وتدريب الغد كمان اللي هيكون على أستاذ القائرة في تمام الساعة التمينة مساء وهو التدريب الأخير لفريق النادي الآلي ما يبقاش في أي إصابات ما يبقاش في أي كرمبات للعيبة كدمات إن شاء الله بإذن الله محمد المناخ والظروف كل الأمور دي يكون معنا إن شاء الله يكون جمهور النادي الآلي متواجد لكن إن شاء الله بعد عوات كل جمهور النادي الآلي في هذه المباراة ويستطيع النادي الآلي أن يحسب المبارايتين ويكون متواجد كطرف أول فيها المباراة النهية إن شاء الله طيب المباراة يوم الجمعة فالنهار ده يدوبك قبل المباراة تمانية واربعين ساعة طبقا للبروتوكول الطبي المفترض النهار ده فيه مسحة طبية بتتعامل مع لعاب النادي الآلي تحت إشراف الاتحاد الإفريقي عشان تحدد بشكل نهائي بإذن الله هذه كل الفريق واللاعبين قبل مباراة يوم الجمعة إن شاء الله بالتأكيد طبعا زميلي محمد يعني أقدر أقولك قبل المران بأكثر من ساعة ونصف كان متواجد لعاب النادي الآلي مباشرة على المسحة الطبية طبعا بحضور مسؤول الكافل طبقا يعني كده المسحة الطبية كل لعيبة طبعا اللي كان المتواجد وأيضا كمان الوفد الإعلامي اللي يكون متواجد مع فريق النادي الآلي عمل المسحة الطبية تعرف طبعا محمد في تحذيرات مكثفة جدا وتعليمات مكثفة جدا للحضور الإعلامي يكون في فرض منصق إعلامي ومصور عملوا المسحة الطبية لأنه مفيش حد يخش استاد القاهرة اللي استاب لهذه المباراة إلا ويكون معه ورقة المسحة اللي خاصة بي وأيضا كمان الـ ID اللي بيتنبع عليه بشكل كبير جدا لكن بأكد لك كل لعيبة النادي الآلي الجهاز الفني بالكامل 22 لعب إن شاء الله اللي يكونوا متواجدين بإذن الله كمان تكون المسحة سلبية كعادة مسحات فريق النادي الآلي التزامهم كبير وده اللي بنأكد عليه خارج الملعب الأمر بيكون مهم يعني إن شاء الله بإذن الله كل الأمور تكون مهيئة الفريق النادي الآلي وتطلع عن النتيجة كمان سلبية الفريق النادي الآلي ويبقى بقى التوفيق إن شاء الله يا محمد في مباراة الجمعة بإذن الله كريم أحمد زميلي العزيز ومراسل قناة النادي الآلي من ملعب مختار التتشي كان معانا على الهواء مباشرة للحديث عن استعدادات الفريق قبل مباراة الجمعة مع الوداد وطمننا الحمد لله بشكل كبير جدا وكريم كان موجود مع البعثة في المغرب فعايش الأجواء بشكل كبير جدا مع البعثة ومطمننا بشكل كبير جدا على استعداد الفريق إن شاء الله لمباراة الوداد المغرب المباراة صعبة المباراة مهمة وكل التركيز إن شاء الله في هذه المباراة أخيرا قبل ما أطلع إلى فاصل دوري أبطال إفريقيا النهائي يوم 6 نوفمبر بأي حال من الأحوال معد نهائي لا رجعة فيه 6 نوفمبر هو نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد 6 نوفمبر في أجندة دولية لغاية 17 نوفمبر بعد 17 نوفمبر الدوري التمهيز للبطولة القادمة ودوري الـ 32 ومواعد القيم لا مجال لتغيير دقيقة واحدة في نهائي دوري أبطال إفريقيا 6 نوفمبر أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل تريند الأهلي وكلام مهم جدا عبر السوشيال ميديا عن النادي الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي فقرة تريند الأهلي فيها كلام وفيها تفاصيل عبر السوشيال ميديا لكن فيها جرعة نشاط وحاجة تدعو للتفاعل فيديو مهم جدا لمؤمن زكريا النهاردة كلنا لما شفناها كنا مبسوطين جدا بهذه اللقطة وهذا الفيديو مؤمن زكريا بيقدي برنامج تأهيلي مع أخصائي تأهيل والحمد لله ماشي بشكل كويس جدا نشوفه جدا في لحظات ونعلق عليه طبعا اللقطة مميزة جدا وده بتدريب اتزان أخصائي تأهيل مع مؤمن زكريا والحمد لله يبدو أن الحالة الطبية لمؤمن والحالة النفسية رايحة في إيطار جيد جدا ألف مليون سلام عليك هنفضل في ظهرك ووراك لغاية لما تبقى مية مية وحالتك ممتازة وإن شاء الله بعد كده تكون منور الملاعب ومنور الكرة المصرية يا مؤمن يا زكريا أحد أبناء النادي الآلي وأحد نجوم النادي الآلي حاجة تدعو للتفاعل ولقطة جميلة جدا لمؤمن زكريا قدتنا جرع التفاعل بالنسبة للمرحلة اللي جاية لكن هنتكلم بقى على سوشيا للأهلي واللي اتكتب من خلال السوشيا الميديا بالنسبة للساعات اللي جاية ومباراة الوداد المغربيين أول حاجة صفحة الأهلي اليوم وهي صفحة جماهرية بتتكلم على الدعم متبقي يومين كونوا في الموعد نحن نصق بكم أفريقيا أهلي وفيها صورة لعلي معلول طيب كمان معايا من صفحة الوطن سبورت عبر تويتر الأهلي يدرس مشاركة أحمد فتحي أمام الوداد وإراحة محمد هاني للمباراة النهاية هي مجموعة من الأخبار والمعلومات بتتناصر في وسائل الإعلام وعبر الصفحات الرسمية للمواقع الرئيسية تتكلم على إطار أن الجهاز المعاون بيضي أطرخات ورؤى لي بيتسو موسماني أنه ممكن يكون فيه راحة لمحمد هاني أحمد فتحي شارك كلها وجهات نظر لكن معلومة أساسية لسه مش أكيدة والتشكيلة هيتعرف إن شاء الله يوم الجمعة طيب صفحة الأهرام أيضا على تويتر والحساب الرسمي كتب قهربة على دكة البودلاء في مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا زي مننا كريم أحمد طمنا على حالة كهرباء وهيكون إن شاء الله موجود دمن القائمة في مباراة الوداد سوبر كورا موسماني يضع برنامج خاص لرفع لياقة الشيخ ووحيد قبل موقعة الوداد وقبل مواجهة الوداد على فكرة ده حصل وقت الفريق ما رجع من المغرب وخلال فترة 48 ساعة الأجازة كان في برنامج بدني خاص للشيخ ووحيد خلال اليومين اللي فاتوا وموجودين في تدريبات النادي الأهلي بشكل عام الحمد لله الحالة مطمئنة وفيه أخبار جيدة بالنسبة للعابين الفترة الجاية قهربة شارك في التمرين مباراة والنهار ده إن شاء الله هيكون موجود في التأسيمة والمباراة بإذن الله يوم الجمعة الساعة 9 أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل الفقرة الأخيرة ومشاركات الجماهير ونسمع وجهات نظركم ونقراها كمان ونستعرضها في برنامج التريند كل مشاركات الجماهير في الإجابة على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم للتشكيل اللي ممكن يبدأ بالأهلي مباراة الوداد يوم الجمعة الساعة 9 على استياد القاهرة الدولة أنا أعرض مع حضراتكم مشاركات الجماهير وبالتأكيد فيه كلام مهم جداً أنا أعرضه في هذا الإطار لكن يبدو أن فيه حاجة طيب أرجع أرجع لحضراتكم بالتأكيد ومشاركات الجماهير بالإجابة على هذا السؤال طبعا مباراة الأهل والوداد بتشغل بال كل الجماهير الأهل هوية في هذه اللحظات لأنها مباراة بالتأكيد مهمة جدا وجاية بعد انتصار جاية تتحقق في المغرب لكن في نفس الوقت لسه لم تحاقق أي شيء الجماهير ممكن في هذه الفترة ممكن تشوف أن التشكيل المتوقع ممكن تبدأ بنفس المجموعة للعبة المباراة السابقة في كازابلانكا ممكن البعض يقول لك ممكن أريح لعيبة ممكن البعض يقول لك لا خلينا بنفس العناطر الأساسية ممكن الشرط التاني ندفع بكهرباء في وجهة نظر في النهاية الجماهير كل واحد بيطرح وجهة نظر وتواقعاته لكن في النهاية في مدير فني وفي جهاز فني بقيادة بيتسو موسيماني هو اللي شايف من وجهة نظره الأفضل بالنسبة لهذه المباراة وبصراحة بكلام يعني واضح لكل الناس وللجميع بيتسو موسيماني بيتعامل نفسيا وزهنيا بشكل رائع جدا مع اللاعبين الفترة الأخيرة في لقطة من اللقطات في مباراة الزهاب لما محمد بكدي أفشا جاب الهدف راح سلم على بيتسو موسيماني وكان فيه عناق حار جدا ده اندل بيدل على أن اللعيبة الرابط بشكل كبير جدا من الجهاز الفني ومن المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لعب الكرة نفسيا وزهنيا قبل ما تاخد منه قرارات فنية وشغل بدني جوه الملعب وده اللي بيتميز بيتسو موسيماني مع كمان الرؤية الفنية والتاكتك اللي بيلعب بيه ومع كوالت اللي موجود في لعب النادي الآلي ربنا يقدرنا إن شاء الله ونقدر نعمل نتيجة إيجابية في مباراة الإياب والتوفيق يا رب يكون حلفنا في هذه المواجهة الصعبة جدا بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي مع حضراتكم في حلقة أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء